اشتركوا في القناة لجنة العفو الرئاسي وبدأ الحوار الوطني تم تشكيل مجلس أمنا قاعدوا يشتغلوا تقريبا لمدة سنة ثم بعد هذا العام بدأنا في الجلسات بتاعة الحوار على اختلاف ألوانه ومناحيه المختلفة من لجان ولجان نوعية وما إلى ذلك هنا هرحب أولا بالأسيزة فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من ورانها ده أولا وبادئ زي بدئ كده اتنين احنا يمكن النهاردة عايزين نقعد نتكلم شوية على حرية تداول المعلومات بس وانا بتكلم عليها هيفضل طول الوقت الموجود عندي في الزهن وفي العقل الواعي واللاواعي انه كان استحالة هيبقى فيه شيء شبه الحوار الوطني لو الاخوان كانوا لازالوا رابضين على صدور المواطنين وصدر هذا الوطن استحالة كنا هنتكلم على حرية تداول المعلومات والاخوان موجودين في الحياة أصلا جوه جمهورية مصر العربية استحالة كنا هنقدر نوصل للقاعدة اللي احنا قاعدنا النهاردة دي ونمشي في الشارع وصولا إلى هذا المبنى العظيم والاخوان موجودين في أو برا وانا غلطان طبعا في البداية حضرتك كنت أشارت لأن طبعا اطلاق الحوار الوطني كان بالتحديد في إبريل لعشرين اتنين وعشرين الدعوة الرئاسية لحوار سياسي يضم كافة القوى السياسية حول أولويات العمل الوطني وطبعا الأولويات بترسم ملامحها الأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات حول أولويات العمل الوطني وملامح الجمهورية الجديدة بحضور كافة القوى السياسية حركة تبعت أن هذا الكلام تحول إلى أرض الواقع من خلال الجلسات التي انعقدت في الحوار الوطني وكانت بمشاركة كافة الأحزاب والقوى السياسية الجميع يعبر عن رأيه بشكل واضح ونستمع إلى كافة الأراء وكافة التخصصات والاختلافات السياسية بكافة أنواع طبعا رسم ملامح أو خريطة أولويات العمل الوطني تحددها في ظل التحديات اللي العالم بيشهدها طبعا الدعوة اللي أطلقت يعني كانت قبل عام من التحديات الكبرى اللي بيشهدها العالم لكن أما وإنه طبعا حدث مستجدات في العالم ونحن جزء من هذا العالم بنتكلم على خريطة عالمية جديدة تتشكل بنتكلم على أن هذه الخريطة السياسية الجديدة التي تتشكل وتأثر بها وتؤثر في العالم كله هينتج عنها طبعا نظام عالمي جديد بنتكلم على خريطة يعني قد يكون هناك نظام اقتصادي جديد وبالتالي الحوار الوطني حينما تمت الدعوة إليه لم نكن نشهد كل هذه التحديات اللي بيمر بها العالم الآن بنشهد تحديات جديدة بتغير ملامح الخريطة العالمية بتغير يعني في ظل الاستقطاب والصراعات بين القوى الكبرى وطبعا ما يحدث سياسيا واقتصاديا بطبيعة الحال بيؤثر على الدولة المصرية الحوار الوطني طبعا بيتضمن ثلاث محاور رئيسية وهمة جدا المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي بالنسبة لي المحور السياسي شهدنا أو شهدنا خلال المرحلة السابقة خلاف خلافات حول النظام الانتخابي الأمثل على سبيل المثال وكان هناك استماع لكافة آراء القوى السياسية والأحزاب ما بين من رأى أن القائمة النسبية هي النظام الانتخابي الأمثل وبين من رأى أن القائمة المطلقة هي الأنسب وكل فريق عبر عن وجهة نظره وشرح أولوياته الفريق اللي معه النظام القائمة المغلقة المطلقة أشار إلى أنه يجب تلافي أي عيوب دستورية نتيجة أحكام سابقة قد صدرت قد تؤدي في النهاية إلى الطعم بعدم دستورية النظم الانتخابية للمتبعة الفريق المؤيد للقائمة المغلقة المطلقة أيضا أشار إلى أنه النظام القائمة النسبية قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى تفجير الأحزاب من الداخل أو تفخخها من الداخل نتيجة الخلاف حول من يتم وضعه في مقدمة القائمة ومن يتم وضعه في زيل هذه القائمة أيضا طبعا اللي طلبوا بالنظام النسبي كانوا بيشوفوا أن هذا النظام يسمى في تقوية الأحزاب في اتجاه ثالث رأى أن الأمر طبعا أنا بقول بطرح الوجهات لكن طبعا كان هناك يعني البعض ارتأى أنه في ظل النسب أو الكوتة الدستورية المنصوصة عليها في الدستور والملزمة طبعا للمشرع القانوني طبعا واجب علينا أن نختار النظام الذي يساهم بالفعل في تمثيل كافة الفئات المجتمعية المنصوصة عليها في الدستور طبعا أنا عندي سبع فئات منصوصة عليها في الدستور تزد أبو مسألة جوة القائمة بالفعل وبالتالي يعني الخبراء في مجال القانون وهي الخبراء في المجال الدستور يعني ارتقوا أنه هذا النظام هو النظام الأنسب والأمثل في النهاية طبعا أيضا كان فيه يعني حوار واسع وحضرتك أكيد تبعت حول انتخابات المحليات وطبعا تشريع أو قانون المحليات كان شهد يعني حوار لسنوات يعني خلال الدورة البرلمانية سابقة في لجنة الإدارة المحلية برئاسة نائب أحمد السجيني ويمكن أنا شهدت يعني خلال حوار مجتمع إدارة داخل مجلس النواب حول هذا التشريع بحضور قيادات تشريعية وقيادات تنفيذية وأيضا أحزاب وقوة سياسية متنوعة لكن هذا التشريع طبعا لم يصدر حتى الآن في الحوار الوطني كان هناك مطالبات بسرعة يعني إصدار هذا التشريع وأيضا كان هناك مطالبات يعني كان جدل أيضا حول النظام الانتخابي الأمثل وتطبيق وكي يكفي فيه تطبيق المركزية على أرض الواقع الحوار حول النظم الانتخابية طبعا ده بيوفر مجهود كبير كان ممكن يحصل تحت قبة البرلمان لأن الحوار المسبق بينتج عنه حوار أو هو حوار مجتمعي مسبق حول قوانين الانتخابات وأي قوانين بتدخل البرلمان هي بتخضع الحوار المجتمعي خاصة في القضايا التي بتسير الجدل أو بتسير الخلافات أو بتسير وجهات نظر متعددة ويمكن المنصق العمل والحوار الوطني حينما ثارت هذه الخلافات بين الأحزاب والقوة السياسية قال لهم بالنص أنه من الصعوبة بمكان إرضاء الجميع ولكن في النهاية هدفنا الحوار للاستماع لكافة وجهات نظر وأيضا التوصل لنظام انتخابي لا يشكل أي مشكلة أو عوار دستوري أو قانوني ويمكن كان أيضا المستشار محمود فوزي طرح وجهة نظر قانونية لماذا تم الاستعانة بالنظام القائمة المطلقة في الانتخابات السابقة في ظل التخوف من الطعن بعدم الدستوري بس كده الحقيقة هو يمكن الواحد يقعد يفكر وفكر ده يمكن بصوت عالي قبل ما أروح على قانون حرية تدول المعلومات الأحزاب الصغيرة هتصبح هي الأكثر تضرورا من القائمة النسبية لأن قدرتها على المنافسة في ظل قائمة نسبية وقدرتها على عدم تخطي العتبة الانتخابية محدود جدا هو ما لهمش حل غير قوايم مغلقة مطلقة وتحالف انتخابي انهي بعد ما تخش تحت الأوبة انهي يعني مش قصة وهذا ما حدث في الانتخابات السابقة لم يلزموا بفكرة أن هناك موقف موحد لمنخاضوا الانتخابات في هذه القائمة هدخلنا الانتخابات سوا؟ كان تحالف انتخابي لم يتحول إلى تحالف سياسي قلنا اليمين شكرا كل واحد يقرر بقى هتقعد يمين هتقعد يسار هتقعد وسط أرأك هتبقى عاملة زي التزامك الحزبي هتبقى عاملة زي ده مع الحزب لأنه ما هواش تحالف سياسي برلماني ده مجرد تحالف انتخابي وينتهي على كلنا هروح للفصل ونرجع نكمل بعض الفصل في حديث أيضا عن حرية تداول المعلومات جديد بالذكر سوزة فريدة صحفية ومساعد رئيسة عهد وزة اليوسف وبالتالي تداول المعلومات يعني احنا بنتكلم عينها بقى سوزة فريدة ويعودوا بالتنسيئة وهي صحفية بأساس تداول المعلومات ده موضوع مهم هل هذا القانون يمر علينا مرور الكرام؟ أبدا ضوابط ومعايير في إطار الحرية حتى لا تتحول إلى فوضى استنونا بعض الفاصل أهلا 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 وسهلا بحضركم كل الترحيب ضفتنا العزيزة وزميلتنا العزيزة أيضا سوزة فريدة محمد عضو تنسيئة شباب الأحزاب والسياسيين الصحفي عايز حرية تداول المعلومات وعاوز حرية وصول إلى المصادر وعاوز حرية نشر وده طبيعة العمل الصحفي ولا قلق من ذلك على الإطلاق إلا في حالة واحدة لو أنا فتحت البوابة على مصرعيها دون ضابط أو رابط دون الضوابط والقوانين والمعايير والتي مش هاخد رأيك في الحتة دي لكن إلى أي مدى ممكن توصل بينا المناقشات بتاعة تداول المعلومات وأنا عندي طول الوقت وبالذات في خلال السنين الأخيرة من 11 لحد النهاردة نتكلم في 12 سنة أنا عندي قلق مستمر كدولة وكأقليم وكقارة طبعا صياغة هذا التشريع بالأساس بتخضع للمادة 68 من الدستور هذه المادة تنص عليها عشان نقرأ النص للمشاهدين يلا المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطن بشفافية ثم تحدثت المادة الدستورية عن تنظيم القانون لهذا التشريع أو تنظيم التشريع القادم أو المحتمل أو تشريع المتوقع أو الذي سيتم سياقته لهذا القانون وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها يبقى هنا بنتكلم على ضوابط الأمور ليست مطلقة هناك ضوابط هذا نص دستوري هناك ضوابط للحصول عليها وإتاحتها وسريتها لهذا فكرة التوازن بين الإتاحة للمعلومات وبين المعلومات ذات الطبيعة الخاصة وفكرة المعلومات ذات الطبيعة الخاصة دي طبعاً زي محرك عارف أنه أي تشريع بيصدر هذا التشريع بيتم فيه وضع مجموعة من التعريفات لكل المفاهيم والمصطلحات الواردة فيه حتى بشكل طبعاً جامع مانع لهذا التعريف يعني ما مفهوم السرية على سبيل المثال وفكرة يعني فكرة التوازن بين إتاحة المعلومات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة ثم النص الدستوري قال أنه يتم أيضاً تحديد قواعد إداعها وحفظها وتظلم والتظلم من رفض إعطاءها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاءها أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً يبقى كمان في عقوبة على فكرة إعطاء المعلومات عمداً ده موجود في النص المادة 68 من الدستور حلوة طيب أنا أقولك أحاجة في السليح كده هاوضح بس نقطة تانية أنه كمان أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت على هذه الفكرة أو هذه الاستراتيجية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية تحدثت أيضاً عن فكرة إصدار أو تبنت فكرة إصدار التشريع الخاص أو يعني تكفل فكرة تداول المعلومات حالياً ذكرته نقطة مهمة لها علاقة بأنه القصة مش سدح مداح إحنا بنعيش فعلاً في عصر في فوضى المعلومات وفوضى الشائعات أيضاً في سيولة آه سيولة وفوضى فوضى على وسائل التواصل الابتماعي أنا وإنك أكيد وغيرنا سواء إذا كنا أبناء مهنة الصحافة أو غيرنا من المواطنين شافوا خلال التلات أيام اللي فاتوا منشور باعتباره من البنك الأهلي وإنه فيش هادة طلعت وفويدها كذا ومددها كذا وحدوتها بل إنه بعض الناس اللي هم معاملياً ولاد الشغلانة دي وأحياناً بعضهم مصرفيين صدقوا إن الشهادة دي موجودة البعض وقع في الفخ بالفعل وطبعاً هنا أنا بشوف إنه إتاحة المعلومات ليست فقط ضمان لحرية الصحافة والإعلام لكن إتاحة المعلومات يعني بتساعد على مواجهة الشائعات وإتاحة المعلومات بس في الوقت المناسب لأنه في ظل السيولة اللي حرج ذكرتها وفي ظل فوضى المعلومات والشائعات والأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي إتاحة المعلومات بشكل مسبك والرد على الشائعات بشكل فوري وسريع بتضمن فكرة مواجهة أو بتضمن فكرة الجهود اللي بتبزيلها الحكومة بعد كده عشان تكافح الشائعات لأنه أحياناً المسافة الزمانية بين إطلاق الشائع والرد عليها بيكون وقت طويل جداً فده بيخلي بيساعد على تكريس الصورة يعني أو الفكرة الخاطئة لدى المواطن حينما تصل له المعلومة الأخرى بيكون هو تعرض لفكرة الشوشرة أو فكرة إنه ما يقدرش يستوعب المعلومة الجديدة أو وبلع الحباية وهضمها ومشي تفجهزه وفي الآخر بقى الاتجاه التاني أو مروج هذه الشائعة بعد أن تنفي أو بعد أن تصدر المعلومة الدقيقة والصحيحة يخرج ليشكك فيك ليخلق حالة أو حالة وده عالم ورده قعدوا ثلاث ساعات بالظبط فبعدين مش عارف إيه وبعدين يطلع بقى إيه مثلا واد زل واد معتز زل ناصر وبتاع ومليوم حركات كده التمثيلية العادة كان غالبا عنفسها تطلع ممثلين بس ما فلحوش وما طلعوا بيمثلوا على مجتمعات بعد كده ده بيرجعني لإيه بعد إذنك يا فريدة إذا سمحتي دي أشيل الألقاط أنا راجل ابن اتنين ولاد المهنة دي أبوي وامي فعلموني حاجة مهمة جدا من قبل ما فكر أشتغل الشغنان دي أصلا يعني أنا في المدرسة أنه أي معلومة أي معلومة تقراها تشوفها تسمعها دققها الأول على أيامي فيش إنترنت وقالة بتاع كلام ده ما كانش أصلا موجود فتدققها وتقراها يعني ترجع للمصادر وتروح المكتبة وتشوف الجرائد وتجيب الكتب وكل القصة دي بل إنه أبوي نفسه والله أرحمه وأنا أتدعي إن أنا كنت الولد سر أبيه يعني إنه يقعد يتكلم في حياة وبالمناسبة ده لن نتكلم فيه ولا نتناقش فيه مع حد غيري أنا وإنت بس بس حاجات مهمة متعلقة بمثلا أداءه السياسي حاجات متعلقة بأداءه الصحفي في مرحلة من المراحل إلى آخره ده أنا وإنت بس ليه يقول ليه ماينفعش قوله ماينفعش يقول ليه تشكل خطر قوله خطر على مين قال ليه مش بالضرورة على حياتي ممكن تبقى على حياتك ممكن تبقى على حيات أخرين أنا المشكلة اللي عندي أنه أصبح الناس بتلاقي أي حاجة يروح نشر ماهي دي بقى مشكلة الفوضى الشائعات وطبعا يجب أن نؤكد على أنه المعلومات أو الأخبار أو الشائعات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن يجب أن يعني نوعي المواطنين أنه ليس كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي هو صحيح لأن هذه المنصات ليست منصات لديها معايير ولا مهنية ولا أخلاقية وهي بيئة خصبة للشائعات والأكاذيب اللي هدفها بالأساس هو الإضرار بالدولة المصرية ويمكن لو بنلاحظ كم الشائعات اللي بتصدر سواء خلال الساعات اللي فاتت أو اللي قبلها أو اللي قبلها أو اللي قبلها هنلاقي كميات مهولة جدا زي ما قلت الحركة فوضى معلومات ومعلومات مشوهة وهدفها التشويش والشوشرة على الدولة وبالتالي الحل إيه إحنا الحل إيه عشان نواجه ده فكرة الرد السريع على هذه الشائعات توفير المعلومات والأفكار بشكل مسبق ويمكن إتاحة المعلومات مش بس مفيد سياسيا هو أيضا مفيد في الملف الاقتصادي على سبيل المثال يمكن في الحوار الوطني أثناء جلسات الخاصة بالاستثمار والصناعة كنا بنسمع من مستثمرين ورجال الصناعة إنه نحتاج خريطة ومعلومات تتعلق يعني خريطة ومعلومات تتعلق بهذا الملف إتاحة المعلومات الاقتصادية أو الخريطة الوضحة اللي بتمكنهم إن هم يمارسوا عملهم في مجال الاستثمار وإن عدم أو إن غياب المعلومات الاقتصادية هو بيدر بالاقتصاد الوطني اشتريع الخبر بيع الإشاعة أشهر حاجة تتألف في الأسواق المال والبورس بالضبط فهنا إتاحة المعلومة وسرعة تداولها وخصوصا المعلومة الصحيحة مش الشائعة ده بيعزز الملف السياسي وبيعزز القدرات الاقتصادية إن أنت ما تبقاش عندك مشكلة في الملف الاقتصادي لأنه طبعا الشائعات اللي بتستهدف الاقتصاد الوطني في النهاية هي مؤثرة عليك كدولة مصرية وطبعا أكيد حضرتك شفت على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير جدا من الشائعات سواء اللي بيخص الملف الاقتصادي أو الملف السياسي سواء على المنصات الخاصة بالجامعة الإرهابية أو على المنصات واللجانة الإلكترونية اللي بتشتغل على منطق اللي هو التكرار وإعادة التدوير ونشر الأكاذيب وفكرة تجذيب المعلومات الدقيقة اللي بتنشرها وسائل الإعلام الرسمية لأنه في الآخر هو بيدخل معاك في معركة هو بيدخل معاك في معركة وهنا المعلومة هو السلاح في هذه المعركة المعلومة الدقيقة هي السلاح الوحيد في هذه المعركة وعدم الاستعانة بالمعلومة الصحيحة اللي هي السلاح في الوقت المناسب ده بيكلفنا كتير تكلفته كبيرة جدا وبالتالي هنا احنا محتاجين أيضا أن يكون فيه تغيير نمط السائد الخاص بتعامل البعض مع ثقافة نشر المعلومات فكرة أن يكون نشر ثقافة بتساهم في نشر المعلومة ومزيد من خلق الوعي لدى المواطن مبسوط أن احنا تقابلنا هنا مش بس بشوفك في مجلس النواب فمبسوط أن أنت موجودة معنا النهاردة في الحلقة وأتمنى أن تتكرر اللقاءاتك أضيفها عزيزة كريمة عندنا في برنامجنا التسعة كل الشكر لك ألف ألف شكر كل الشكر لزميلة العزيزة الأستاذة فريدة محمد عضو تنسئية شباب الأحزاب والسياسيين تصدق يا مؤمن الله العظيم جزء من الكلمة اللي قالت أستاذة فريدة ده ده هتلاقيه أنا أدعوك لقراءة كتاب مهم جدا والمفكر ده شيوع اسمه جوستاف لوبان مهم يعني ده أهم من مفكر علم نفس اجتماعي موجد على سطح الكرة الأرضية لحد دلوقتي اقرأ علشان تعرف أنت التلاعب يتم بيك إزاي من قبل نزل إخوان وأبواقهم وأرجوزاتهم وما إلى ذلك فهنا هتوصل مسعى لسبيل المثال والله العظيم مش عشان أنا يعني الفيديو المنتشر المطورة يوسف قال الدولار مش هيوصل 20 جنيه حصل 2017 على شاشة اون تي في لو ركست ثلاث ثواني بس تلاقي لوجو اون تي في كده حقك عادي بتحصل يعني الإخوان بيشتغلوك فيش مشكلة وهو وقتها الدولار وصل 20 ما وصلش نزل ووصل لحد 15 ونص هو بقى الدهالك إنت الدهالك في 22 فيحصل إيه اضرب مصدقية يوسف سيبك منك دي المشكلة خالص فرد اضرب مصدقية الإعلام المصري بتحكوا عليكم يا جماعة ده بيشتغلوكو مش إحنا اللي بنشتغل الإخوان اللي هارينك اشتغلات خلصت الحلقة لحد كده أسيبكوا معا بعد ثواني وكريم رمزي واحتفالات واحتفاءات بالأهلي وانتصارات الأهلي وبطولات الأهلي عقبالنا قول قادر يا كريم أهو كريم هناك وصل 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 ونبس كرفاتة وبدلة كابلة وجو عالي قوي لو كان لنا العمر نقابلكو بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة